اكدت الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية إعادة فتح باب التسجيل لاختيار طبيب العائلة في محافظة المحرق وذلك في ثلاثة مراكز صحية ويهدف تتشين برنامج اختر طبيبك إلى تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنفسية والجودة العالية وفق مفهوم طب العائلة وتطويرا للخدمات الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين تم إعادة فتح باب التسجيل لجمهور الكريم لاختيار طبيب العائلة في محافظة المحرق بدءا من الثامن عشر من أبريل الجاري ولغاية الثامن عشر من مايو المقبل ويأتي هذا الإعلان عن برنامج اختر طبيبك بعد تطبيق البرنامج بشكل تجريبي في عدد من المراكز في عام 2018 حيث بيّنت التجربة زيادة نسبة الكشف المبكر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري للمتردلين من الفئة العمرية 40 عاما وما فوق كما زادت نسبة الكشف المبكر لارتفاع نسبة الدهون ولفحص سرطان بروستاتا للرجال للفئة العمرية 50 عاما والكشف المبكر لسرطان الثادي للنساء من الفئة العمرية 40 عاما تجشين برنامج اختر طبيبك في مملكة البحرين يأتي تماشيا مع الأهداف التي وضعتها الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنفسية والجودة العالية بما يتماشى مع المعايير العالمية للإلاج